على صعود مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة عاد رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنيع من محادثات حول صفقة المحتجزين في روما والتي اجراها لمدة ساعتين تقريبا وعرض برنيع على الوسطى لاقتراح الاسرائيلي المحدث الذي يتضمن تحفظات نتنيع ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول قولة ان اللقاء في روما عقد من اجل اللقاء فقط ولم يحدث اي اختراق خلاله في المفاوضات بعدما اضاف نتنياهو شرطا جديدا وهو الحصول على اسماء الاسرى الاحياء الذين سيفرج عنهم بدورها افدت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان نتنياهو هو سبب الرئيس وراء موقف اسرائيل المتشدد في محادثات روما وقارت الصحيفة ان كبار المسؤولين الامنيين يضغطون على نتنياهو لاظهار مرونة تتيح ابرام صفقة اشتركوا في القناة